عندي كلام كتير خليني يبتدي معك بأخبارنا الأول هبتدي بالمنتخب لأنه مستر كيروش المدير الفني اتفق قعد واتفق مع الربطة أنه محتاج معسكر قبل بطولة أمم أفريقيا البطولة هتتلعب من 9 يناير تقريباً لـ 4 فبراير خليني من 9 يناير لـ 6 فبراير الراجل عايز 14 يوم قبل البطولة معسكر واتفق مع الربطة أنه الدورية توقف ومسابقات توقف لمدة 14 يوم وعنده طبعاً معسكر تاني يوم 7 نوفمبر عشان الموضشين اللي فضلين في التصفيات كاس العالم في مرحلة المجموعات إنجولا والجابون شايف ده فترة كافية بدايةً استعداداً لبطولة كبيرة بحجم أمم أفريقيا وإزاي شايف بدايات كيروش مع المنتخب بشكل عام أولاً هي بالنسبة للطالب والحقيقة ده طالب مهم جداً جداً لأن يمكن إحنا بقالنا حوالي مسيمين منتخب مصر بتجمع الشيء يعني يمكن أكثر تجمع مثلاً كان ثلاثة أيام أو حاكل وإحنا يمكن لعبتنا أو لعبة منتخب مصر متعودين دايماً أنهم قبل البطولات بيعملوا تجمع كبير وبنعمل نتائج إيجابية لما بنعمل تجمع كبير عكس لما بنروح مثلاً في مباراة مثلاً رايح جاي وبنعمل مثلاً يومين أو ثلاثة أيام للأسف شريط المستوى بيبقى بعيد خالص لكن لو بتكلم يا أحمد على الحقيقة على بداية كروش أنا في رأيي داية قوية جداً 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 وأضاف وغير شكل منتخب مصر وأداء منتخب مصر الحقيقة رغم تحفظي رغم أنه عمل فوس في مباراتين ليبيا الحقيقة وزي ما قلت لك أنه هو عمل تغيير كبير جداً في شكل أداء منتخب مصر تحفظي بشكل كبير جداً 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 على السبعات محمد شريف وأفشة أنا بقول يعني الاتنين دولة كانوا أفضل اتنين لعيبة في الموسم اللي فات إذا كان محلية الدور المحلي أو المبارات اللي هما أفريقياً لعبوها الحقيقة مميزين بشكل كبير جداً 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 أنا يعني مش لأي تبرير أنا بشكر أهوات فيه وبقول إن هو غير شكل وأداء منتخب مصر وهنتكلم على غير إزاي لكن أنا الحقيقة ليتحفظ كبير جداً 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 على استبعاد محمد شريف وأفشة تلوم هو ولا تلوم الجهاز؟ الاتنين 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 طبعاً آه يعني يعني فما يمكن الرجل بيبعث رسالة بيقول أنا ديكتاتور مكلمتي لا تقبل المناقشة أو المراجعة وأقدر استبعد أي نجم مهما كان حجمه ومهما كان تأثيره يا شريف في المباراة الوحيدة اللي لعيبها المنتخب الودي تحت يوه جايب جنين فيمكن ممكن يعني بقول يعني ممكن تبقى دير رسالة يعني أنا بقول إن ما فيش مدير فني يبعث رسالة زي دي يمكن هو خلي بالك برضو في مشاكل عنده في الحتة دي بالذات يعني هو حتى في المنتخبات اللي مساكها الحقيقة كان عنده مشاكل مع النجوم يعني فيه هو بيعمل كده خطفة كده ويبقى فيه رأي عام ضده كمان في كل أغلب المنتخبات اللي هو اشتغل فيه طولى مسؤوليته آه طولى مسؤوليته لكن أنا بقول حاجة يعني الجهاز المعاون الحقيقة إنت لم تكن تتكلم على الراجل وهو جاي قلنا إيه؟ قلنا للفترة أو المدة اللي هو هيجي يشتغل فيها مدة مش كافية بدليل إن احنا قلنا ده هيبقى فيه دور كبير جدا 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 للجهاز المعاون نظبط للأسف الشديد هو الجهاز المعاون ما كان شديد وقت يعني أنا ما أعتقدش إن أي حد أي فرض في الجهاز المعاون كان مع استبعاد محمد شريف واستبعاد أفشا لا يمكن يعني لأن العملية مش عافية يعني لا ده هم الجهاز المعاون متابعين وشايفين أفشا وصل لفين أفشا لو نيجي نعمله تقييم الموسم اللي فات هو ممكن ياخد أفضل لعب أفريكي محلي يعني ياخدها بسهولة يعني كل مبارياته الحياة كان ليه تأثير جامل جدا محمد شريف نفس الحكاية يعني فيه طفرة كبيرة جدا جدا في مستوى محمد شريف أفضل مهاجم موجود في مصر